السلام عليكم بالله عليكم يا شباب ركزوا معي لاخر الفيديو لان ربنا عز وجل ممكن يخليك انت سبب بسبب العلم اللي هتاخده ده انك تنقذ حياة شخص مقرب ليك جدا ممكن لقدر الله الله والدك والدتك اخوك اختك صديق ليك مقرب او ممكن اي حد اخر وانت بدفع الانسانية الانسانية عايز تنقذه بس للاسف انت مش عارف هتتصرف ازاي هنتعلم يا شباب الانعاش القلبي الرأوي هيفيدك اوي في حالات الاغماء الشديدة لو حد لقدر الله مسلا عمل حدسة لو حد لده وعقرة وتعبان لو حد مسلا غري هتصرف معاه ازاي لو حد مر بسبب قهربائية او حد مر بحالة اختناق او اختناق او اختناق من الغازات السمة المهم حد مرن كده قدامك وانت مش عارف هتتصرف ازاي خالص ولا في اسعاف حواليك او الاسعاف حقبل ما تيجي لسه معاه فترة من الزمن او انت في صحرة والشخص ده مقرب منك وانت مش عارف تتصرف ازاي وممكن تتصرف صرفات خطأ كمان تموته علشان كده ان شاء الله نتعلم الانعاش القلب الرأوي اللي لازم اصلا كلنا يكون عندنا اه ثقافته بسم الله الرحمن الرحيم الانعاش القلب الرأوي الهدف منه هو ايصال كمية من الاكسوجين الى خلايا المخ والى عضلة القلب حتى يتم تدخل الطبي المناسب حيث يستطيع مخ الانسان ان يستحمل نقص الاكسوجين لمدة ثلاث او اربع دقائق فقط هي المدة دي يا شباب اللي احنا بنتصرف فيها هي المدة دي اللي ربنا ممكن يجعلك انت سبب في انك تخلي شخص هيتوفى خالص او هيموت هيعيش حياته الطبعية تمام تعالى اتفضل يا مصطفى طبعا معنا مصطفى ان شاء الله يا شباب هيكون متطوع تلميزي ويباقي طبعا تلميزي اه وراء حاضرين ركزوا بقى في كل خطوة هقولها بالله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم تفضل يا مصطفى هتنام خالص انت لكنك شخص ايه فاقت الوعي انا فاكه مسلا دلوقتي ماشي وشوفت حد من بعيد عمل حادثة او غريب غريب يا شباب وفي حد مسلا ايه طلعوا من الميا والشخص او في الحالة دي تمام من الطبيعة بتلاقي كل الناس مالما من حواليه تفضل الله شايف تعالوا كده تلميزي وحواليه قربوا منه ايوة قربوا كده كلكم تعالى طبعا ده بيكون غلط تلاقي الناس مقرب منه واللي عملا يمسكوا مسكوا مسلا الرجل يمسك ايده واللي عملا يقول له واللي عاوز شربوا ميا واللي عاوز يقوموا بالشكل ده امسكوا مسلا كده طبعا زي ما احنا شايفين دل بنلاقيها على طول هلاقي ناس مالمومة ويعملوا حركات كده في المصاب وده كله غلط وعاوزين يشربوه ويكلموه انتو بخير مش عارف ايه والكلام ده اول حاجة اعملها اجي خش عليهم لأ بصعوسكم تتكلموا انت بخير مالك اقوم يا عم ايوة كده طبعا دل بنلاقيه ف ما سمحت بايده وابايده انا موز سعيف انا عارف هاتصرف ازاي بحاول ازقهم خالص وبايدهم علشان اهيألوا جاو يعرف يتنفس فيه بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي شايف شخص اهو فقدوا نطق خالص لعارف ازا كان ده ميت والعيش اجي جنبه وارقع بجواره ارقع جنب المصاب اول حاجة تعملها اوكي بعد ما رقعت جنبه بالشكل ده تفحص درجة افحص درجة وعي المصاب بالشكل ده بصوا يا واستاذ انت بخير لو سمحت رد على انت بخير انت بخير بحاول اشوف هو بيتكلم ولا مش بيتكلم ولا ايه دنياته ده اوكي وممكن برضو انا بتفحص وعي يتكلمني او يقول اه اي حاجة يوانت بخير لو سمحت مجرد عمل الاسوات دي يبقى انا كده عارف ان هو الحمد لله لسه عايش لكن لسه عايش ممكن يكون بيحصل له هبوطس في الدورة دموية او 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 نزيف او القلب هيوقف يبقى تاني شيء على طول بعد فحص فحص درجة الوعي اتصل بالاسعاف تمام موبايل شباب طبعا رقم الاسع في مصر مية تلاتة وعشرين على طول هطلع الموبايل من جيب يوطلب مية تلاتة وعشرين اوكي لو طبعا هم هيكلموك هياخدوا منك بيانات ادالهم في السريع اقول لهم لو سمحت اه دلوقتي عند مدان الجيزة وفي حادسة ايوة عربية لسه عاملة حادسة حالهم دلوقتي قدامي شخص فقد الوعي خالص اوكي هيكلموك طبعا ممكن يقول لك اتصرف ازاي وياخدوا منك بياناتك وسيبي الموبايل مفتوح لكن فالنفتد ان انت في صحرة او الاسعاف فضل لها وقت اول ما توصل يبقى انت معاك تلاتة او اربع دقايق تتصرف فيهم هم دول اللي ربنا ممكن يجعلك فيهم سبب انك تنقص حاد الشخص ده تمام انا دلوقتي اهو يا بس انت بخير ما بيردش عليها انت بخير لو سمحت بيردش عليها خالص لازم اتأكد بقى هو بيتنفس ازاي هاعتني بيه يبقى افحص درجة المصاب اتصل بالاسعاف اعتني بيه تمام يبقى انا هقرب منه اول حاجة هعملها على طول يا شباب هحط صيف يد دي اوكي هنا عند مقدمة الرأس والاسبعين دول الوسطى والسبابة عند الزقل بالشكل ده اهو وهسحبه للخلف تمام اه بصه اسحب للخلف بالشكل ده الحركة دي بتعملي الحركة دي بتعمل على سحب اللسان الاعلى لان ممكن يكون من ضمن الاسباب الرئيسية اللي هي فقدة تنفس خالص يعني او مش عارف يتنفس او مش عارف يتكلم ممكن يكون لسانه سادد مجرى التنفس نسمع عنها دايما ديش بيقول لك ايه يقول لك ده بلع لسانه وبعدين ما فيش حاجة اسمه بلع اللسان لكن ده مفهوم عام عندنا عادي يعني لكن هو الحقيقة بيكون حصل ارتخاء شديد ارتخاء شديد في عضلة اللسان فبسد مجرى التنفس يبقى انا هو علشان اعرف هو بيتنفس كويس ولا لأ او طبعا لو في حاجات ضيئة كده على الرقبة احاولنا انا ايه افك الزراير تمام او اي حاجة علشان ايه يتنفس كويس يبقى هو ايدي هنا سفي يد واسبعين هنا ارجع للخلف وافتح الفم بالشكل ده هنا بقى هتعمل ايه معلم هتستمع الى التنفس بتاعه قرب خدك كده او ازنك سوري قرب ازنك واستمع الى التنفس طب متسبق كويس قرب خدك وتجسس تجسس التنفس طب مش 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 عارفت وتجسس وتسمع بعينك الاسنين انظر الى حركة صغود وهبوط الصدر تمام اللي انا عملته ده هنا هنا بتأكد الشخص ده بيتنفس ولا لأ ما تحاول انك انت ما تقربش الموضوع التنفس وانت عامل كده انت ممكن تجي تقرب كده ما تتأكدش من النفس قوي لان النفس ممكن يكون ايه بطيء او مش تسمعه لكن الافضل لما اعمل الحركة دي اللي احنا قلنا عليها اه اه بالشكل ده وافتح الفم كده بالابهام هقرب كده النفس هيظهر اكتر طب لقيته بيتنفس الحمد لله سمعت النفس وكل حاجة يبوى كده لسه عايش تنفس شغال والقلب شغال طب ممكن هنا في الوضع ده لو سبته كتير يتقيق ولو حصل تقيق هيصد مجرى التنفس بتاعه لو حصل تقيق يصد ايه مجرى التنفس وده ممكن يقفل له التنفس خالص يبقى انا دلوقتي هحطه في وضعية اسمها وضعية الافاقة سهلة جدا اهو زي ما انا رجعته كده هجيب كف ايده احطه عند الخد بالشكل ده وهرفع رجبته كده اهو وبلطف جنتلي هميله على الجانب الوضعية دي بقى ساعدت على ايه? الوضعية دي ساعدت على انه طبعا وهرفع رأسه كده على انه يتنفس بشكل كويس زي ما انتو شايفين الحنجرة او القصب الهوائية مفتوحة كويس ويه لو هيتقيق لقدر الله يتقيق بشكل جانبي ما يتقيقش ايه? بشكل مستقوم ويسد مجرى التنفس. اوكي? وانا على الحالة دي افضل برضو اتابعه. تمام? لحد ما الاسعافتي يجي ما سيبوش لانه ممكن نفقد التنفس في اي وقت. دي كده بيتنفس كويس? بيتنفس يا رب كويس ووضعية مريحة بالنسبة له. اوكي? ده ايه ده اللي احنا خدناه تاني. فضينا التجمع من حوله. رقعت جنب المصاب. بتفحص درجة الوعي يا واسس انت بخير انت بخير لو سمحت سواء رده ولا مردش او بينهنة ولا ايه? اتصل بايه? الاسعاف مية تلاتة وعشرين. اقول له المكان بالزبط وانا مكانين فينا عشان يجو بسرعة. بعدين اعتني. المصاب ده بيردش عليا. معرفش ازا عايش ولا مية. يهمني اعرف وبيتنفس اقول له لا. لان لو بيتنفس يبقى حي يرزق. حي عايش. تمام? وقلت عشان اتأكد من نفس كويس. اسحب الرأس للخلف. من خلال الزقن ومقدمة الرأس. ايدي هنا بالشكل ده والاسبعين هنا. تمام? الحركة دي بتعمل على سحب اللي سلل اعلى للامام. علشان ما تسدش مجرى ايه? التنفس. وافتح الفم. وقرب استمع للتنفس. اتجسس وانظروا حركة ايه? الصدر. وبعدين لو بيتنفس كويس احطه في وضعية ايه يا شباب? وضعية الافاقة. علشان ما يتقيقشي. ولو هينزل لقدر الله اه مسلا فيه دم او فيه اسنان مكسورة او اي حاجة احاول انا كمان ايه? اشيلها. اشيلها ما بايه دي او تنزل. تمام? لكن لو فيه دم او حاجة كده صعب. لحد الان تمام? يبقى لحد الان احنا كده وصلنا مرحلة لهو بيتنفس. طب لقدر الله انا عملت كل الخطوات دي يا كابتن والشخص ده ما بيتنفسش خالص. الشخص ده ايه? ما بيتنفسش. عملت يا ربي ماشيت الناس وانزلت وعملت كل شيء. ها? وجيت في المرحلة يا كدت نقرب. مفيش نفس. مسامع نفس خالص. يبقى كده الموضوع بيزداد سوء سوء. وكل ثانية كل فنتو ثانية بتفرق معاك في ان الشخص ده يعيش او يموت. كل قدر ربنا بس انت بتعمل ايه? اللي عليه. طيب خلينا بقى دلوقتي في الجزء التاني اللي هو ايه? انا هو. نفعت سحبت للخلف وفتحت الفم ومفيش نفس خالص. تمام? انت معاك بالزبط. عشر ثواني? عشر ثواني بتفحص موضوع النفس ده. عشر ثاني بس. بتحول تشوف موضوع النفس ده. لو ما لقيتش بعد عشر ثواني على طول موضوع النفس هتيجي بقى انك تجس النبض. لازم تعرف ازا قلبه شغال ولا قلب واقف. بصوا كده. هرفع الرقبة الاعلى. هاجي عند الفك كده من الاس. بصوا الفك اهو. هاجي عند الدقل كده. وهروح نحية الفك بالاسبعين. ها? سبابة والوسطى. هاجي عند الفك. ادقنا اهو. واميل واميل. اخر الفك. وانزل لتحت. ايوة. جربوه معاك كلكم اهو. هنا. هتلاقي فيه نبض. الشريان ده سمو. الشريان السباتي. هنا. ها? مين جابه? ايوة. فيه نبض. لو فيه نبض يبقى كده قلبك شغال. فانا دلوقت يا اهو نكزوا معايا رفعت. وما لقيتش نفس الاسبعين اهو الاسناي وهاجي اتجسس هنا في المنطقة دي بالزبط اهو. تفك اهو. اسفل الفك. ها? ايوة. جبت هي اهو بصوا هناك يا شباب اهو. ايوة. جبت النبض بتاعه. كده هي تاني بصوا. فك هو. اسفل الفك في المنطقة. محدش يعمل هو كده. لأ لازم تجيبه هو ايه? للخلف. اهو هنا. كده جبت النبض. كده هو ايه? بينبض. ادم فيه نبض يبقى القلب شغال. ولكن ما فيش ايه? نفس. يبقى هنا هعمله الانعاش رقوي بس. هدي له حاجة اسمها قبلة الحياة. قبلة الحياة كل لخمس ثواني نفس واحد. يعني اتناشر نفس في دقيقة. اوكي? طيب. عملت كده اهو? وفتحت الفن قبل ما تدي النفس كوبة الحياة. هتقفل الانف. باحكام. طبعا انت بتحكم. هتقفل الانف على الفم دي. اوكي? هتقفل الانف باحكام. ليه? لان لو انت بتقل لو انت سبت الانف مفتوح. هتلاقي الهوى اللي انت بتديه خرج من آآ الانف. طيب يا كابتن فالمفرد ان انا مسلا معلش في اللفظة حاس ان انا آآ مش قادرة تدي له النفس ده. او بصراحة شايف فيه دم شايف فيه حاجات غريب بقه وممكن اتعدي. في الحالة دي ممكن تستخدم عازل. حد يجيب ليه منديل. ممكن نجيب منديل او او قماشة او اي او قماشة. بس تكون بس يكون العازل ده يكون العازل ده بيطلع هوا. يعني العازل ده لو جد غط بيديني ايه? هوا. ما ينفعش اضغط على حاجة بتمنع الهوا. تمام? يعني لو منديل مسلا ما خلوش تقيل كده لأفتحه كده مسلا ايه? طبعة الاولى مسلا. اغب مسلا منه طبعة واحدة بس. ده لو حد مسلا شايف فيه دم او تحسوا ما هو ايه? يعني نفسه جاء لمشي قدر يحط الفم في الفم. تمام? طيب لازم قبلة الحياة دي لازم فمك يكون في فم الشخص ده باحكام. تمام? فهو حطيت مسلا. طبعا لعوانة الحركة بتاعتي هيت. هحط مسلا المنديل اهو. بصوا قفلت الانف اهو قفلت الانف. قفلت الانف بالشكل ده. وانا رجع للخلف وهنزل. اطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ها? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهكزا. ممكن انت تدري النفس يكح مسلا. بصوا. مسلا. لو كح وفاق مني على طول حط في وضعية الافاق. ايه جاء للوقت بتاعتك? حط في وضعية الافاق اهو. اهو. تبخير? انت بخير? يبقى كده الحمد لله ايه? رجع كده التنفس اشتغل. يعني ممكن انت تدري التنفس ده. يتلبي كح كده معك اعرف انه كده التنفس اشتغل. تمام? طيب. بتفضل طب انا فنفترض ان نزلت. وعملت دي له الخمس مرات قبلة الحياة لمدة دقيقة وما فقش برضه. الدقيقة زي ما قلنا كل خمس ثواني نفس. اوكي? في الحالة دي. بعد الدقيقة هترجع للشريان تاني. يعني زي ما انتفقنا نزلت. واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة على خمس ثواني. الدقيقة خلصت او ما دي تقلص على طول جس النبض. طب النبض دي لسه شغال. ارجع عيد تاني. ادلو ان عشر رقوة بس. لو القلب لسه ايه? شغاله. طيب ادت له. في دقيقة خمس مرات مسلا زي ما اتفقنا رجعت هو ونزلت وديته الخمس مرات قفتها الفهم? وبعد الخمس وبعد دقيقة بجس النبض النبض وقف. ادام النبض وقف يبقى ايه? يبقى القلب. واقف. سكتة قلبية. يبقى انا كده لازم في ثواني اعمل الحاجتين بقى. انعاش القلب الرقوي. هدلق عضرة القلب ودي انعاش في الرقم. طيب في طريقة جميلة جدا ممكن تأثر على المسافة. تقيس التنفس بتاعه والنبض في نفس اللحظة. مش احنا قلنا وانت بترجع كده. افحص لمدة العشر ثواني. شوف النفس. تمام? في العشر ثواني وقلنا بعدين يعني بعد ما تفحص النبض في عشر ثواني وبعدين بتفحص النبض في عشر ثواني. لأ انت ممكن في نفس اللحظة اللي هي انت بتفحص فيها التنفس بتاعه كده. تتجسس وتستمع. حطي برضو ايه? صبعك الاتنين دي حطهم عند الشرون السباتي. الاتنين مع بعض. انت لو لقيت النفس خلاص كان قلب شغال. عشان تتأكد. تمام? مجرد ما لقيت خلاص القلب شغال ومستمع نفس يبدن عشرقة بس. طب مجرد ما انت نازل وما لقيتش ربط وما لقيتش تنفس هتعمل بقى الانعاش القلبي الرقوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الانعاش القلب الرقوي بقى يا شباب. هنعمل تلاتين مجموعة تلاتين ضغطة ونفسين. تمام? ولازم عدد الضغطات ده يكون سريع جدا. ليه? لان نبارات نبارات القلبة اصلا بتكون سريعة. انت المفروض في الدقيقة تضغط من مية لمية وعشرين ضغطة. كاي? بسم الله الرحمن الرحيم هشبك ايدي الاتنين بالشكل ده. شايفين? ايدي هي? الاولى هي? والتانية هي. هشبكهم بقوة. اهو. كده. الايد هتنزل عمودية. هتنزل فين? عند عدمة القص. عدمة القص دي ما بين حلمتين الصدر. في المنطقة دي بالزبط كده. وهبقى عمودي. شايفين جسمي ايه? عمودي كده بقوة. هضغط تلاتين ضغطة. وبعد التلاتين ضغطة هعمل انعشرة قوي. انا الهدف من الحركة دي كده ان انا هعملها دي ان انا يخلي القلب يشتغل. اعمل تدليق لعدرة القلب. ها? بصوا معي يا شباب. او في الحالة تماما اتغبر الراحة علشان زي منها ما يموتش خالص. اوكي? تلاتين. ها? واحدين. تلاتين. بقى. خمسة. ستة. ستة. تمانية. تسعة. عشر. اتشار. تلاتاشر. تبعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمانتاشر. ستاشر. عشرين. واحدين. تلاتة. بقى. خمسة. ستة. تمانية. تسعة. عشر. مجرد ما دغطت التلاتين في سانية في سانية. اروح مرجع الرأس للخلف. وافتح الفم. وروح مكمل تاني اهو. واحدين. تلاتة. بقى. خمسة. ستة. سبانية. تسعة. عشر. واحدين. تلاتة. بقى. خمسة. ستة. تمانية. تسعة. عشر. واحدين. تلاتة بقى خمسة ستة ثمانية تسعة عشر. راح اجع تاني. كده لعملت دورتين. بعد الدورتين دول احط بسرعة ايه? احط صعوبة ايه? علشان رس باتي. اشوف القلب اشتغل ومشتغلش. اشتغلش? اكمل تاني. ولازم بسرعة. والضغطة تكون بعمق وقوية. تمام? طبعا انا مش بضغط بقوة عشان ما يحصلش ضرر ايه? لزملنا. بعمل هنا بقى الانعاش القلبي الرقوي. ده في حالة ان التنفس وقف والقلب وقف خالص. تنفس وقف والقلبي وقف خالص. طيب ممكن ان ان عاش القلب الرقوي ده? يكوح او يفوق برضو منك. تمام? وانا بادها طبعا واحد ايه طبعا اهو ممكن يفوق منك. هتلي عمل. لو فقه نعمل ايه? نحطه في وضعية ايه? الافاقة. وضعية الافاقة. اوكي? طيب بالله عليك ركزوا. الحركة دي متعبة جدا. نكتب ده تضغط كتير. اوها تسيبه. ده انسان بين الحياة والموت ممكن ربنا يجعلك سبب في انقاص حياته. الموضوع هيكون سهل اوي 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 لو فيه اتنين. تعال تعال اه. لو فيه اتنين مسلا واحد هيكون تعال هنا جنبي انزل 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 انزل. لو فيه اتنين هيكون الموضوع سهل اوي ويبدلوا الادوار. واحد مسلا هيضغط والتاني يعمل ايه? التنفس الصناعي. لأ لحظة. بص انت ايه دك فين? ايه دك هنا? والصبعين هنا كده وسهلت كده. اهو يلا. ايوة رجع للخلف. ويسد من الفين. دلوقتي افتح الفين بتاعه. دلوقتي كده الموضوع هيكون اسهل. انا مسلا هضغط كل تلاتين تضغط ايه? نفسين. وما بين كل نفس ونفس. فاصل. معدين ثانية ثانيتين. نفس تاني. كي مسلا ها. واحدين تلاتة بقى خمسة ست ست ساعة ثمانية تسا عش. واحدين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشر واحدين تلاتة ار بقى خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. اهو. ممكن روح نازل وعمل ايه? نفسين بعمق. طب انا تعبت? ممكن اقول لي زميل ايه? ايه. يبدل تعال انت اضغط انت مسلا. يشبك ايه بقوة عمودية ويضغط. بس بس بعدين بعد مثلا خلصت ضغط بتاعه فانا ايه? اعمل موضوع التنفس ده. اوكي شباب? هو ده طبعا العاش القلبي الراوي. اتمنى طبعا احنا كلنا اه نتعلمه. اوكي? طيب خلاص اتفضل. طب فلنفترض ان الشخص ده رضيع رضيع او طفل. هل هنعمل نفس الخطوات? في اختلاف. الخطوات كلها متشابهة لكن في اختلاف في الضغط. في اختلاف في الضغط وفي اختلاف في قوة النفس. طيب. لو رضيع هتصرف معاه ازاي? الرضيع عمره من شهر السنة. من شهر السنة ده رضيع. هنعمل كل الخطوات دي ولكن لما تيجي تدينه قبلة الحياة ادينه قبلة خفيفة خالص. مع الطفل الرضيع بس له. بس. لانه مش هيستحمل كمية الاكسجين القوية اللي انت بتديلي البالغ. يبقى لو واحد رضيع عدد له ايه? التنفس من الفهم. بشويش. نفس خفيف. بس كده. طيب الرضيع الطفل الصغور خالص? مش هتعرف تجيب الشريان اللي في الرقابته ده. عارفين ليه? الرقابته تحسر داخله في بعض كده. صعب توصله. فعلشان كده في الطفل الرضيع فيه شريان اسمه الشريان العضة دي. الشريان ايه? العضة دي. الشريان ده بيكون ما بين المرفق والكتف. بيكون هنا كده. بيكون بصوا فين? ما بين المرفق والكتف. اوكي? ثلاث سوابع. ثلاث سوابع دول اهو. اوكي? السبابة والوسطى والبنصر. اهو كده. احطهم هنا كده. هتلاقي في شريان عند ايه? ما بين المرفق وبين الكاتف. هنا كده. في شريان. نبضي. الرضيع هتعرف تجيب هتعرف تتجسم النبض من هنا. تمام? فيه شريان العضة دي. هنا. اوكي? طيب فلنفترض ان في واحد مسلا. بالغ او حاجة بس مسلا عنده دم هنا كتير. او مش عارف اوصل للشريان السوباتي. هتروح للشريان الكعبري. الشريان ده عند الساعد. طلت صوابع اخيرهم برفق هنا كده. تلت صوابع. هتجيب الشريان. هتلاقي هنا فيه نبض. هتلاقي عند اليمين والشمال. اوكي? هنا هون. برفق. هتلاقي هنا فيه نبض. حد جابه? تلت صوابع. ده برضو مرتويب بنبض القلب. تمام? طيب التفل الرضيع. لما اجه اضغط. هلا اضغط كده? لانت هتطبقه. التفل الرضيع هاضغط كده. باسبعين اثنين. هاضغط تلاتين مرة باسبعين الاسنين. كده. ده لو طفل ايه? رضيع. اللي هو من سنة من شهر يا رب السنة. طيب لو طفل. الطفل بيكون عمره. يعني في في الاعمار اللي احنا دارسنا يعني. من سنة لتمان سنين. يعني اكبر من سنة لتمان سنين ده الطفل. اعمل نفس الخطوات احنا عملناها عادي جدا. بس لما تجد اضغط عليه? اضغط عليه. بيد واحدة. بس. مش ايدي الاتنين لانه مش هستحمل الضغط بيدي الاتنين. طبعا? عندك كم سنة? اتنشر. لا انت انت عايلي تعمل درعين. اوكي? لو طفل زي ما قلنا اركزوا معي. من سنة لتمان سنين يعني لو هو سنتين وتلاتة واربعة وخمسة وستة لحدة تمانية ده ايد واحدة. اوكي? وطفل ادنه نفس اللي هو بقك. يعني لو طفل عنده خمس سنين اللي هو ايه النفس اللي بققي? اللي بققي. لكن الرضاة خفيف. اما لو واحد بقى بالغ. البلغين من تمن سنين في ما فوق. يعني اكبر يعني من تمن سنين وشوية. وانت طاولة بقى كلكم كده. نفس الخطوة ده احنا قلناها. الشرعان السباتي واضغط ايه? بالاتنين والنفس يكون قوي شوية. بس ده اللي انا عايش في القلب الرئوي. اوكي? اه في زميل دلوقتي كان بيكارين على موضوع الاغماء. تمام? ها ان شاء الله نضع نشعر نوح حلقات ان شاء الله. اوكي? ده يا شابي لان عايش القلب الرئوي. طيب مصطفى خلاص بقى فوق. حبيبي ده لان عايش القلب الرئوي يا شباب اتمنى نكون استفدنا بجد ممكن تنقص حياة شخص من الحياة والموت. واتمنى نكون استفدنا والسلام عليكم. الله وبركاته.